موسيقى نشرة منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين ليون يقول في افتتاح اجتماعا بالجزائر ان فجر ليبيا والقوة الموجودة في طبرق شركان اساسيان في حل الازمة ويؤكد ان المساوادة التي ستقترحها البعثة يجب ان تكون الاخيرة اتفاق بين التوبو والطوارق على وقف اطلاق النار ابتداء من التاسع من يونيو الجاري وتواصل جهود المصالحة بعدد من مدن المنطقة الغربية الاغويل يدعو ضباط وافراد الجيش الليبي للتعاون من اجل بناء مؤسسة عسكرية قوية تنبذ الجهوية والتعصب للقبيلة ومستعدة للتضحية من اجل الوطن اهلا بكم قال رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بيرناردين اليون ان فجر ليبيا ليست تنظيما ارهابية بل شريك اساسي في حل الازمة الليبية كما ان القوة الموجودة في طبرق وبعض المناطق الاخرى ليسوا عناصر النظام السابق ايضا وهم شريك مهم في حل الازمة واضف اليون في افتتاح اجتماع القادة والنشطاء السياسيين الليبيين بالجزائر ان المسودة التي ستقترحها البعثة يجب ان تكون الاخيرة واشار اليون الى ان الوقت قد حان من اجل الاتفاق على حكومة وحدة وطنية وعلى الاطار الرئيسي الذي من شأنه المحافظة على هذه الحكومة تفاصيل اوفا في كلمة اليون في اجتماع القادة والنشطاء السياسيين الليبيين بالجزائر اليوم في سياق التقرير التالي مع انتلاق الاجتماع الثالث القادة والنشطاء السياسيين الليبيين في الجزائر قال المبعوث الأمامي برنادينو ليون إن ليبيا أمام خيارين إما الوصول إلى اتفاق أو الإقرار بعدم قدرة ليبيا على التوصل إلى هذا الاتفاق وضرورة الاستمرار في الحرب ليون استهل كلمته بالحديث عن الوضع الاقتصادي في ليبيا وقال أن مصر في ليبيا المركزي لن يكون قادرا على صرف الرواتب لفترة طويلة وربما لشهر أو شهر ونصف مذيحا أن ذلك يعود لانخفاض إنتاج النفط وفيما يخص الوضع السياسي قال ليون إنه يجب على الأطراف الليبية تقديم تنازلات للوصول إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإذا لم يتم السعاب أن ليبيا وصلت إلى الحد الأقصى فإنها ستصبح دولة فاشلة وبالنسبة إلى الوضع الأمني في ليبيا أوضح ليون أن الطرفي النزاع كلهم يحارب ما يعرف بتنظيم الدولة مشيرا إلى أن هذا التناقض يظهر أن فجر ليبيا ليست تنظيما إرهابيا ويمكنها الانضمام إلى جهود الحفاظ على الوحدة الليبية وفي السياق نفسه قال المبعوث الأممي إلى ليبيا أنه لا يمكن اعتبار جماعة توبرغ من أتباع نظام السابق المعادين للديمقراطية لأنها أيضا تحارب تنظيم الدولة مذيفا أن ذلك يفتح المجال لتشكيل حكومة توفقية بين جميع الأطراف ليون قال أيضا في اجتماع الجزائر أنه يسعى لاقتراح مسودة جديدة تبقي على جميع العناصر الإيجابية التي تم إقرارها لتكون مقترح نهائيا مؤكدا أنها اللحظة الحاسمة لصنع السلام والمصالح بين جميع الليبيين في السياق ذاته أكد الوزير المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية والعربية الجزائري عبدالقادر مساهل أن قيام حكومة وطنية في ليبيا يتطلب مشاركة جميع الليبيين وتقديم تنازلات وقال مساهل في افتتاح أشغال الاجتماع الثالث للحوار الليبي بالجزائر إنه على جميع الليبيين المساهمة في تحقيق شروط البعثة الأممية للوصول إلى تشكيل حكومة توافقية وكان مساهل قد أكد أن المشاركين في اجتماع الحوار الوطني الشامل بالجزائر بين الأحزاب والنشطاء الليبيين سيناقشون الأربعاء والخميس الترتبات الأمنية وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا قال عضو فريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام محمد معزب أن المؤتمر تلقى دعوة رسمية لحضور اجتماع لوزراء خارجية الدول الكبرى في العاشر من الشهر الجاري بالعاصمة الألمانية برلين وضح معزب أن لقاء المرتقب سيحضره كلا الطرفين في إشارة إلى المؤتمر الوطني ومجلس النواب فضلا عن بعض الشخصيات الليبية الأخرى وشار معزب لأن المؤتمر لم يتلقى أي إشعار بموعد الجلسة المقبلة للحوار بالسخرات مؤكدا موقف المؤتمر الوطني رافض للمسودة المقترحة في الجولة الماضية من جهة أكد رئيس مجلس النواب عقيل صالح في لقاء تلفزيوني أن خلافهم الوحيدة مع المؤتمر الوطني العام والذي يعرقل تشكيل حكومة الوفاق الوطني هو رفض المؤتمر الاعتراف بمجلس النواب جهة شرعية وحيدة في ليبيا مشيرا إلى أن ذلك سيحدث قريبا لا يوجد بيننا خلاف إلا على الاحتراف بالشرعية بأن مجلس النواب هو السلطة الشعرية الوحيدة في ليبيا عندما يتم هذا الاحتراف الذي أتوقعه في القريب العاجل لا يوجد دينا خلاف نحن نرحب بحكومة الوفاق الوطني لا تهميش لأحد من الليبيين في شرق وغرب وجنوب البلاد نحن كلنا في ليبيا لا أعتقد أن يكون هناك خلاف في المستقبل عندما يتم الاحتراف بأن مجلس النواب هو السلطة الشرعية المنتخبة الوحيدة ومن جانب آخر قال وزير الخارجية في حكومة الأزمة محمد الدائري في لقائه بالممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني ووزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني والبريطاني فليب هاموند ببروكسل قال إن الأيام القادمة ستشهد تطورات بخصوص التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية آكي عن الدائري قوله إن لقاء برلين في العاشر من الشهر الجاري والذي سيجمع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالأطراف الليبية التي شاركت في عملية التفاوض في الصخرات بالمغرب لقاء هام ويدفع نحو الاتفاق على تشكيل حكومة توافقية في ليبيا قال رئيس مجلس الشورى والأعيان بمدينة أوباري أحمد ماتكو إنه تم الاتفاق على تنفيذ وقف لإطلاق النار بين التوب والطوارق في المدينة وذلك ابتداء من يوم التاسع من يونيو الجاري وضف ماتكو لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه تم التوقيع على هذا الاتفاق بين القادة العسكريين التابعين لكل الطرفين إثر مفاوضات جرت بينهما كما نوها ماتكو إلى سوء الأوضاع الإنسانية في المدينة مشيرا إلى توقف الاشتباكات مؤخرا هذا وقد أكدت قبيلتاء التوب والطوارق في بيان مشترك لهما رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار كخطوة أساسية تمهد لاتفاق سلام شامل ينهي كافة نزاعات بينهما أضف البيان أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر يونيو الجاري وأشار البيان إلى أن كل من التوب والطوارق سيلتزم بتنفيذ هذا الاتفاق من أجل التمهيد لتحقيق اتفاق صلح يخدم مصالح القبيلتين بصفة خاصة والدولة الليبية بصفة عامة وقال المتحدث باسم الوفد التوبوي المفاوض موسى ترسي إن مبادرة توقف إطلاق النار بين قبيلتين التوب والطوارق تشمل الجميع مضيفا أن هذا الاتفاق هو خطوة أولى في اتجاه مبادرة سلام شاملة تنهي الصراع الدائرة وما خلفه من تداعيات إنسانية واجتماعية صعبة توصلنا إلى هذا الاتفاق بناء على رغبة الطرفين القبيلتين التوب والطوارق وتأكيدنا لربطهما على وضع حد لهذا الصراع الذي طال أمده وحصد الأرواح وهجرت المئات من مدينة الأباري وأننا نريد كخطوة أساسية ليبين الجميع حسن النوايا توصلنا إلى وقف إطلاق النار وكافة العمال العدائية هذا وأعلنت مصادر في قبيلتين التوب والطوارق عن التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة أباري ابتداء من التاسع من يونيو الجاري وذلك بعد فترة طويلة عانى خلالها سكان مدينة أباري من ويلات الحرب والنزوح المزيد في سياق هذا التقرير شهدت مدينة أباري خلال الأيام الماضية هدوءا حذرا بعد اتفاق بين قبيلتين التب والطوارق على وقف إطلاق النار اعتبارا من التاسع من يونيو الجاري جاء هذا الهدوء بعد فترة طويلة عاشت فيها المدينة على وقع اشتباكات راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحة وتسببت في ذوزوح أغلب ساكنيها إلى المناطق المجاورة في ظل انقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي وأسائل الاتصال والبياه عن المدينة أما من أثر البقاء في المدينة من سكانها فقد تضاعفت معاناته في ظل سوء الأوضاع المعيشية وصعوبة إدخال المساعدات والمعانات مع استمرار سقوط القذائف العشوائية على منازل المدنيين الاشتباكات التي بدأت نهاية عام 2012 اتخذت طابعا قبليا بين مكوني الطوارق والتبو استمرار الاشتباكات دفع عدد من الأطراف المحلية والدولية إلى تبني مبادرات للصلح بين الجانبين أعله ينجح في إيقاف صوت الرصاص الذي لم يفارق المدينة منذ أكثر من عام ويساهم في عودة أهالي المدينة من أماكن نزوحهم إلى منازلهم أكد ناطق باسم المجلس البلد مصراتة أوسام بادي استمرار الجهود من أجل تحقيق المصالحة بين كافة المدن الليبية أوضح بادي أن المجلس شكل عدة رجال للحوار والمصالحة بين عدد من مدن المنطقة الغربية وممثل القبائل والقوى السياسية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني وأشار بادي إلى أن هم نتائج هذه المساعي تمثلت في وقف إطلاق النار ببعض المناطق وإطلاق سراح عدد من المحتجزين حيث توسط المجلس مؤخرا من أجل إطلاق سراح 48 محتجزا من ورشفانة كانوا محتجزين لدى قوة الردع في بوسليم وجنزور أكد عضو المجلس البلد المكلف بالأمن ودفاع بمدينة الرجبان مسعود المدهوني أن الهدنة التي يسعى لها قادة المحاول بالمنطقة الغربية هي هدنة حقيقية من أجل حقن دماء الشعب الليبي كل مرة المحاول تقاربنا جميعا إلى وضع حبل هذه العرب نظمت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي الملتقى الخامس لضباط الجيش الليبي بقاعدة طرابلس البحرية تحت شعار جيش واحد لوطن واحد ودعا رئيس حكومة الإنقاذ خليفة لغويل في هذا الملتقى كافة ضباط وأفراد الجيش الليبي للتعاون من أجل بناء مؤسسة عسكرية قوية ومستعدة للتضحية من أجل الوطن مشيرا إلى نبذ الجهوية والتعصب للقبيلة والمحاصصة في تقسيم السلطة وقال لغويل إن المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ تتجنب الصراع عبر الاستجابة المستمرة لحضور كافة الدعوات لوقف القتال رغم رفض الطرف الآخر الجلوس على طاولة المفاوضات على حد تعبيره وإلى بنغازي حيث أفاد مصدر بمجلس شورى ثوار المدينة بأن اشتباكات جرت ثلاثاء في المدينة بمحور أبو عطني بين قواتهم وقوات عملية الكرامة وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة تركزت بالقرب من مصنع المشروبات دون تسجيل خسائر في صفوف قواتهم وأشار المصدر نفسه إلى انفجار عربة مدفعية هاوتزر تابع لقوات عملية الكرامة في منطقة الطرحية أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص من بينهم آمر المدفعية بالمنطقة دون معرفة أسباب انفجارها نفى مجلس شورى مجاهدي درنا ما تدولته بعض وسائل الأعلام عن سيطرة قوات عملية الكرامة على محور الظهر الحمر الجنوبي المدينة أكد القائد الميدني بالمجلس حسن العبيدي أن قواتهم تمكنت من ردع تقدم قوات حفتر أكثر من مرة وأنها كبدتهم خسائر في الأرواح والأليات داعيا المناطق والقرى المحيطة بالمدينة إلى ترك حفتر والانسحاب من معركته الخاسرة حسب وصفه أبناء شورى مجاهدي درنا يفندون ويمكون ما يدعو أدعاء الكرامة بدخول مدينة درنا أو محاولة دخولة أو التفكير حتى في دخول هذه المدينة أبناء شورى مجاهدي درنا على أتم الاستعداد تضحي أولا بأنفسهم وأموالهم يمنع أي امتداء على هذه المدينة أو اضطراب عدوان عدمي الكرامة إليها وندعو أبناء المناطق المزاورة وعقلاء إلى ترك الخبيث حفتر الذي لم يورث شيء إلا الثاغر بين المناطق وفي درنا أيضا ظهرت صور من المدينة قنبلة من طراز ربي كاي 250 العنقودية المحرمة دوليا لم تنفجر وقد سقطت خلف محطة توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالمدينة وذلك خلال غارات جوية شنتها طائرات عمليات الكرامة وبحسب رواية شهود عيان فإن الطائرات الحربية غالبا ما تستخدم هذا النوع من القنابل في غاراتها على المدينة حيث تنفجل القنابل مرتين الأولى عند سقوطها والثانية تنطلق منها قنابل صغيرة تنفجل شضاياها في اتجاهات مختلفة دون توجيه دقيق يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش قد صراحت في بيان سابق لها بأن لديها أدلة عن استخدام قوة حفتر للقنابل العنقودية في مواقع مختلفة من البلاد وضع تقرير نشرة على موقع ريد أنالايسيز للدراسات والتحاليل الاستراتيجية أربع سيناريوهات متوقعة يمكن أن تواجهها ليبيا في ظل ما تمر به من حاليا التقرير التالي يجمل أهم النقاط التي جاءت في التقرير نشار موقع ريد أنالايسيز للدراسات والتحاليل الاستراتيجية معتبرها أربعة سيناريوهات متوقعة ستواجهها ليبيا في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة ومن بين الخيارات المتوقعة التوصل إلى حل سلمي عبر الحوار بالوساطة الدولية أو عبر استنفاذ الخيار العسكري داخليا أما السيناريو الثاني الذي توقعه التقرير فهو أن تستمر الحرب دائرة في البلاد بشكلها الحالي أو أن تتطور إلى أشكال أخرى وبظروف مختلفة ما ينتج عنها تدعيات في مقدمتها التدخل الخارجي سواء من المجتمع الدولي أو عن طريق دول مؤثرة في الصراع الحالي كما تندرج احتمالية انتشار الصراع إلى دول المنطقة كما حدث في العراق وسوريا كأحد نتائج هذا السيناريو فضلا عن احتمالية أن تنقسم ليبيا إلى مناطق فيدرالية أو قبلية في ظل الفوضى السيناريو الثالث الذي وضعه الموقع في تقريره جاء على هيئة الحسم العسكري لأحد الطرفين حيث تنطلق فرضية هذا التوقع من اعتقاد بعض قادة الأطراف بضرورة الحسم العسكري وختم التقرير السيناريوهات الأربعة باحتمال سيطرة المتشددين سواء من تنظيم القاعدة أو ما يعرف بتنظيم الدولة على البلاد أو أجزاء منها إلا أن التقرير أكد أن سيطرة هذه التنظيمات على الأرض سوف تحتاج إلى ضم عناصر جديدة لكي تصبح قادرة على تحقيق أهدفها منتصف الليل ما زالت متواصلة وفيها بعد فاصل شاب الليبي يجمع بين ممارسة هواية القفز البهلواني أو ما يعرف بالباركور والمواقع الأثارية في قورينا يوني يقول في افتتاح اجتماعا بالجزائر إن فجر ليبيا والقوة الموجودة في طبرق شركان أساسيان في حل الأزمة ويؤكد أن المساوادة التي ستقترحها البعثة يجب أن تكون الأخيرة اتفاق بين التوبو والطوارق على وقف إطلاق النار ابتداء من التاسع من يونيو الجاري وتواصل جهود المصالحة بعدد من مدن المنطقة الغربية الغويل يدعو ضباط وأفراد الجيش الليبي للتعاون من أجل بناء مؤسسة عسكرية قوية تنبذ الجهوية والتعصب للقبيلة ومستعدة للتضحية من أجل الوطن قال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام صديق الصور في برنامج العاشرة إن تحديد محكمة جنايات طرابلس الثامنة والعشرين من يوليو المقبل لإصدار حكم على سيف القذافي وستة وثلاثين من رموز النظام السابق بعدما يزيد عن الثلاث سنوات يأتي وفقا للشرعية الإجرائية المضمنة في أحكام القانون الجنائي الليبي وأكد الصور أن جميع المتهمين تمتعوا بحق دفاع الإسلام المحكمة تسير في إصارة في الدعوة في غيبته كونه أنه لم يمثل أمامها وبناء على تقرير جهاز الشرطة القضائية المحكمة قررت في الدعوة في غيبته وبالثالي سيصدر في حقه حكم غيابي والحكم الغيابي لأن الحكم سيصدر حضوري في حق البقية وغيابي في حق المتهم الأول ما دام سيصدر حكم غيابي فهو حكم تهديد الحكم الغيابي حكم تهديد بمعنى أنه ستعاد محاكمته من جديد بمجرد متوهي أمام المحكمة من جهة أوضح رئيس لجنة متابعة الحالة الليبية أمام الجنائية الدولية وسامة صغير أن آخر مطالبات الجنائية بتسليم سيف القذافي جاءت بعد صدور حكم من الغرفة الاستنافية بالجنائية في شكل إختار لمجلس الأمن لا أقيم عمل المحكمة الجهية الدولية ولكن أرد على من يشكك بأن القضاء الليبي غير قادر كون أنه لم يبصد سيطرته على سيف القذافي كمتهم أقول أن السيطرة المادية ليست معياراً وتدليلاً على فشل أو عدم قدرة القضاء الليبي على إنجاز محاكمة عادلة وهنا مسألة مهمة جداً ونحن ذكرنا في مذكرتنا بأن إذا كانت هناك بعض العرقين والعقبات المادية التي تحرم دون بسط سيطرة الحكومة الليبية على المتهم سيف القذافي فهي ذات العرقين وذات العقبات تواجه أيضاً المحكمة الجنائية الدولية وأكد أستاذ القانون الجنائي بجامعة طرابلس محمد بارا أن عديد المحامين أكدوا على سير المحاكمات دون اعتراضات وضف أن مقتضيات العدالة تستدعي الإسراع في إصدار الحكم بشأن رموز النظام السابق كل المتهمين امتدت كل هذه السنوات وحكم كل المتهمين حضورياً وبالنسبة لسيف الإسلام لم يحضر جلسات المرافعة ولم يتمكن من تقديم دفاعه وبالتالي هذا كله يظهر عدم قدرة السلطات الليبية وليس عدم قدرة القضاء القضاء قادر يعني لو أحضر إليه المتهم لكان قد حكم محاكمة عادلة أفد رئيس اللجنة الأمنية سيرت اسماعيل عبد العالي بعدم وصول التعزيزات العسكرية التي كان المؤتمر الوطني العام قد قرر إرسالها للمدينة لمساعدة الكتيبة 166 في محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة وأوضح عبد العالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القوة العسكرية الحالية الموجودة في محور مدينة سيرت غير كافية لتأمين المدينة من مداخلها الثلاثة وقال عبد العالي إن مجموعات من الثوار وبعض الكتائب من بينها الكتيبة 154 قد وصلوا لدعم الكتيبة 166 عسكرياً في حربها ضد ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سيرت محمد عبد الهواري شاب ليبي من مدينة بنغازي مولع بالقفز البهلواني أو ما يُعرف بهواية الباركور شهد محمد في مايو الماضي وهو يُمارس هوايته داخل المواقع الأثارية في مدينة قورينا أو شحات وهي مستعمرة إغريقية أنشئت عام 630 قبل الميلاد تقع شرق البلاد التقطت عدسة مصور وكالة الأنباء الفرنسية صوراً لمحمد وهو يُمارس هواية القفز البهلواني بحرفية فائقة وسط أجواء ليلية جميلة وقبل ختم هذه النشرة نذكركم بأبرز ما جاء فيها ليوني يقول في افتتاح اجتماع بالجزائر أن فجر ليبيا والقوة الموجودة في طبرق شركان أساسيان في حل الأزمة ويؤكد أن المسودة التي ستقترحها البعثة يجب أن تكون الأخيرة اتفاق بين التوبو والطوارق على وقف إطلاق النار ابتداء من التاسع من يونيو الجاري وتواصل جهود المصالحة بعدد من مدن المنطقة الغربية والغويل يدعو ضباط وأفراد الجيش الليبي للتعاون من أجل بناء مؤسسة عسكرية قوية تنبذ الجهوية والتعصب للقبيلة ومستعدة للتضحية من أجل الوطن ختم النشرة دمتم في أمان الله ورعايته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة